مزيعة قناة الام بي سي أسعودية نرجس العوامي تفاجئ شخص إعلامي دعاها للخروج في موعد لفتح أمره بفضيحة كبيرة في الوطن العربي يتابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك باختصار شديد شخص ما يطلب من الإعلامية أسعودية نرجس العوامي مقابلتها ورغم تفاصيل ما حدث فتعتزم الإعلامية السعودية نرجس العوامي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين لها حيث بدأت الإسياء التي تعرضت لها نرجس العوامي بتلقيها رسالة من شخص قال لأنه إعلامي دعاها للخروج في موعد معه لمعرفة المزيد عنها والتعرف إليها عن قرب ونشرت نرجس النص المحرسة التي أجرت بينهما عبر تغريدة لا في تويتر الحوار بدأ عندما طلب الشخص الإعلامي أنه يقابلها ويشرب كوفي ويتكلم معها عشان يتعرف عليها لتجيبه الإعلامية السعودية ما يخالف بس ممكن تجيب أختك علشان أخويا ليمل وإحنا بالكوفي هو يتسلى وإحنا كمان نتسلى لكن جواب الإعلامي ينرجس العوامي لما يلقى الاستحسان من هذا الشخص وكان رد الإعلامي أنه رد عليها في غضب شديد وقال لها أنا طلبت باحترام ويشيلت الحياة في كده أنت إعلامية وأنا إعلامي وحبيت أتعرف عليك كلامك خطأ وعب وردت الإعلامية العوامي ليش وإش قلت ورفقت تعليقا بتغريدتها وقالت هل ترضاها لأختك وأحدثت ردود نرجس العوامي وفتحها لهذا الشخص ردود فعل متبين بين المتابعين على تويتر فالبعض اعتبرها فتحها لأمر لا طائل منه خاصة إنه ربما تكون نية وحسنة ويرود التعرف عليها بالفعل أملا في قادم أفضل أو فرصة عمل بينما تضامن آخرون معها مؤكدين إن موقفها وضح ومن جهتها أعادت نرجس العوامي رسائل هذا الشخص وكشفت عن السبب وراء نشرها عبر تويتر فائلة درس لكل أحد يؤلل من قيمة أي أحد زي ما عندك أهل الإعلامية والطبيبة والممرضة وغيرهن من السيدات الفاضلات اللي هن أهل وكما تحترم هن يحترموك بلاش مزيدت يذكر إن الإعلامية السعودية نرجس العوامي بدأت العمل مع قناة الام بي سي قبل أكثر من ست سنوات وكانت قبل ذلك تعمل في روتانا لفترة استمرت سنة وثمان أشهر نرجس العوامي المزيعة بقناة الام بي سي قالت عبر حسبها في تويتر إنها حتفظت بكل تلميح وتصريح يتضمن أردا غير لائق من هذا الشخص وذلك لاتخاذ الإجراء القانوني وتعتزم الإعلامية السعودية نرجس العوامي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموسيقين لها وذلك عقب تعرضها للإساءة من شخص إدعى إنه إعلامي وطلب مقابلتها والتعرف عليها وأخيرا كتبت نرجس العوامي قائلا رح احتفظ بكل تغييدة أو رد في تلميح أو صراحة بكل ما هو غير لائق لرد عليه بالإجراء القانوني وبما يضمن حقي أو يفسر أو يوضح بالإثبات على ما يقال ودمتم بحب ولطف مزيعة القناة الام بي سي نرجس العوامي تفاجئ إعلاميا دعاها للخروج في موعد بفجيحة كبيرة